بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقال فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنذرة أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآفارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا غسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن منه شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإلا تاته لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة وجلي يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد لغي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بظل لا تغن عني شفاعة شيء ولا ينقزون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت القوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلنا قبلهم من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا واخرنا من أحبا فمن يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزراج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصرخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقذ لها ذلك تقدير العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى عادق العردون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك للقبر ولا الليل سامق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهما فالفق معا لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الله كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أعودوا من الله في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداس إلى رب ينسلون قالوا يا ظيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الله صلحة واحدة فإذا هم جميعا لذين محضرون فليوم لا تظلم نفسه شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا ابني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لك معدو مبين منعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم بلا كثيرا أفهم تكونوا تعقلون هذه جمم التي كنتم توعدون إسلاوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفراههم وتقل منعبهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمصخناه على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يهجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أظلم روما خلقنا لهم مما عملت يدينا أنعما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنت قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أظلم رل الإنسان والنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العجام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشبر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقابد على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إِنَّمَا أَمْرُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانِ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ تُلِّ شَيْمُ وَإِلَيْهِ تُغْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْمُعْزِينَ ياسین شریف کی فضیلت اور جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھے یعنی سورة ياسین کو پڑھے گا پڑھ نہیں سکتے تو سنے گا شام تک اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا یعنی امن سکون بے خوف رہے گا کون شخص وہ شخص جو سورة ياسین کو پڑھتا ہے یا فر سنتا ہے اور جو رات کو پڑھے گا صبح تک مع اہل وعیاد یعنی وہ اس کے بی بی بچے گھر والے خدا کے حق میں رہے گا اگر کسی میجت پر پڑھی جائے تو عذاب قبر آسان ہوگا یعنی عذاب ہڑے گا اگر میجت اہل عذاب سے ہیں یعنی کسی میجت پر عذاب ہو رہا ہے تو ورنہ میجت کی راحت و خوشی زیادہ ہوگی یعنی کسی میجت پر عذاب ہو رہا ہے تو اس وقت جب یاسین شریف پڑھی جائے گی تو اس سے راحت ملے گی خوشی ملے گی اور خوشی زیادہ ہوگی اس لیے کہ قبر یا تو ایک باغ ہے بہش کا یعنی جنت کے باغوں میں سے یا ایک گڑا ہے توزک کے گڑوں میں سے دینمی اور ابو شیخ ابن حبان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ببایت حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قریب المرگ ہو قریب المرگ ہو یعنی ملنے کا وقت ہو اس کے روح بروح یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالی اس پر آسانی فرما دے گا یعنی جس کی روح نکلنے کا قبض کا ٹیم ہوتا تو اس وقت بھی سورہ یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالی اس پر آسانی پیدا فرما دے گا اگر ہم اپنی زندگی کے اندر سورہ یاسین شبہ شام پڑھیں یا سنیں تو انشاءاللہ وہ ساری برکتیں ہمارے پاس آئیں گے حضرت معقل بن یسار سے مدوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ یاسین سناؤ یعنی خود ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو سورہ یاسین سناؤ اعوداؤ الشریف کی حدیث شریف ہے امام دارمی اور طبران حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے نقل کرتے ہیں کہ جو شک شرات کو اللہ تعالی کی خشنودی کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اگر پڑھ نہیں سکتے تو سنے گا تو اللہ تعالی اس کے سب گناہ بخش دے گا یعنی سورہ یاسین شریف کی یہ برکت ہے کہ جو سورہ یاسین پڑھے یا سنے تو اللہ تعالی اس کے سب گناہ بخش دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پڑھا کریں مرز اچھا ہوگا یعنی کوئی مریض ہے سورہ یاسین پڑھے یا سنے تو مرز اس کا اچھا ہوگا خواہ اس کا مرز کتنا ہی شدیر ہو یعنی کتنا بھی خطرناک مرز کی نہ ہو رخ لیا جائے سورع ايسان پوری ہو جائے اس پانی کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ مرز کتنا بھی خطرناک كيسر بھی ہو تو وہ مرز بھی کٹ جائے گا فرماتے ہیں مرز اچھا ہوگا اس کا مرز کتنا ہی شدید یعنی کتنا بھی خطرناک مرز کتنا ہی ضعيف ہو یعنی کتنا بھی خطرناک شدید مرز ہو اور مرز کتنا ہی ضعيف اور کمزور کی نہ ہو يعني انسان جو ہے وہ کتنا ہی کمزون ہے جعیف ہے بڑا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی سورة یاسم شریف کی برکت سے اچھا حرقہ اسے بھی شفا ملے گی اللہ تعالی سے دعا کہ ہمارے پڑھنے سنیں جو غلطی اللہ تعالی ما فرمائیں ہم سب کو سورة یاسم خود کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو نماز سے پنجدان پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو اللہ تعالی ایمان کے ساتھ دنیا فانی سے رب سے تعالی فرمائیں ہم سب کا ایمان ترخواد منصیب فرمائیں